أعربت السفارة الصينية لدى بريطانيا عن معارضتها لبيان قمة مجموعة السبع بالشأن شينجانغ. كانت القمة قد دعت في بيانها الختمية الصين إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في شينجانغ. ردا على ذلك قالت السفارة الصينية لدى بريطانيا إن شون شينجانغ شأن صيني داخلي ولا تصنف كقضية حقوق إنسان أو كقضية إثنية أو دينية. بل هي قضية مكافحة العنف والإرهاب والانفصال والقضاء على التطرف. وأكدت السفارة أن الحكومة الصينية تسعى لإسعاد جميع المواطنين الصينيين. وبفضل جهودها تم انتشال أكثر من ثلاثة ملايين شخص في شينجانغ من الفقر. وارتفع متوسط العمر من ثلاثين عاما قبل ستة عقود إلى ثنين وسبعين عاما.